اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة التفكير الناقض بإذن الله رح يكون أسهل شيء عندك الآن في عنا بعض الملاحظات الخفيفة اللطيفة قبل البدء بس بالله عليك بالله عليك بالله عليك وبالله عليك شيلوا فكرة انه انا ما بدي علامات كنتيكال ثينكينغ من رأسكم ابدا تعالوا شوف هالشغل القاعدة العامة القاعدة العامة كلما تدربت أكثر كلما أصبحت متقن أكثر كلياتنا نعرف انه ما في اشي بيجي بيوم وليلة أبدا يعني لا تتوقع نفسك من أول كاتب من كتاب الأمة ولا تعتبر حالك انت اشي خرافة رح تصوف من أول لا بدك تتدرب وبدك تخطأ وبدك أصلح لك وبدك ترجع وتحل صح يوم الأيام ترجع بعدها تخطأ لأن كلما تدربت أكثر يا أستاذ كلما أصبحت متقن لفن لكاتيكال ثينكينغ أنا بالنسبة لي كاتيكال ثينكينغ هي فن هي إيش هي فن ليش لأنه بدها طالب يكون دارس القطع صح مش هيك مرور كرام أنا فهم القطع يكون عارف كل كلمة كل تراخيم كل زوايا هذه القطعة حتى يقدر يجاوب أستاذ الكريتكال ثينكينغ معلومة على الهام مش أنه أستاذ الكريتكال ثينكينغ دائما تيجي ذو علاقة بالقطعة تيجي في الامتحان تمام يعني يجت القطع عن التعليم دي يكون شيء عن التعليم يجت عن التكنولوجيا دي يجي شيء يعني شيء من ضمن التكنولوجيا طبا ستاتيجي الأسئلة من الكتاب It's not depends يعني مش شرط تمام مش شرط من يجي بنفس الكتاب وممكن تيجي نفسه بالكتاب ما فيه أي مشكلة بس ولكن تمام إحنا دائما نحكي للطلاب لأنه ما تلك إنه بس يجي من الكتاب وممكن تيجي ببراكتاب أيضا إذن القاعدة الأولى كلما تدربت أكثر كلما أتقنت أكثر بإذن الله تمام يعني بتجييني بعد عشرة كريتكال ثينكينغ راح تحس حالك أنك فيه تطور في الموضوع عشرة خامسطاعش عشرين كذا كذا عماليا راح تحس حالك لاعب كرة القدم مستحيل يصير لاعب كرة القدم فذ ولاعب قوي جدا إلا بعد التمرين صحول تمرين 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 ما فيه شي بيجي هيك يا جماعة الخير ما بقدر أحكي يا رب يا رب خليني أكوني كويس فكتيكال ثينكينغ وأصير كويس فكتيكال ثينكينغ تمام طبعا هذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى ولكن برضو بدها جهد تمام بنا نسعى حتى نوصل لبدنا إياه طيب القاعدة الثانية يجب على الطالب أو الطالبة الانتباه على كمية المفردات التي يحفظها أثناء الفصل لأن التفكير الناقد مترابط مع القطاع زي ما حكيت لك قبل شوي مترابط مترابط الأفكار مترابطة يعني أنت ممكن تستخدم كلمات أنت أصلا أريد يحفظها أنت حفظها من إيش من داخل القطاع أوكي يا جماعة الخير أوكي أوكي طيب ممتاز رقم اثنين أو ثلاث ترتيب الجملة يا أبي هاي أهم كلمة هاي أهم شيء إنه في اللغة ترتيب الجملة مهم للغاية في اللغة مهم جدا اللي هو عبارة عن إيش subject زائد verb وبعد الverb بيجي object يا compliment شاني compliment متل جملة يا جماعة يا جماعة بالله عليكم بالله عليك يعني لا تكتب مثل ما تقرأ بالعربي يعني مثال مثال يجب يجب على الطالب يجب على الطالب أن يدرس جيدا ما يجيني طالب يجي يقول لي يجب معناها must أو should أو should should the student to study well جيدا هذا الحكي وبيجي بقول لك أستاذي أنا كتبت لك إش خرافي أستاذي هذا كل يات الحكي it's not English it's not English طيب شو الصح يا أستاذ إيش إن الجملة هي عبارة عن إيش تبدأ دائما subject verb بعدين إيش تقمت الجملة ويه subject هاي طالب students أو student الطالب عفوا must study well شوف كيف اختلفت يجب على الطالب أن يدرس جيدا students should أو must study well وضحت يا جمعة الخيال هاي هيك أنا بقولها معك خرافي بتكون يا أستاذ بس لازم إحنا نتعب يا جماعة الخير لازم نتعب لحالنا يا جماعة تمام ممنوع نبدأ بفعل إلا إذا كانت جملة أمرية وضحت يا جماعة الخير وضحت وضحت يا أستاذ إذن هذا الحكي بضعفك تمام بضعفك كثير 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 عند إيش المصحح لهذا الموضوع نكتب هاي الملاحظات يا جماعة نكتب نكتب طيب نرجع وراء إذن ترتيب الجملة مهم جدا ترتيب الجملة مهم جدا طيب لا تكتب بالعربي والله أنا حكيت لك مشان الله لا تكتب بالعربي مش ممكنش تقرأ بالعربي يعني العربي يبدأ بفعل جملة الفعلية هناك بفاعل هل التفكير ناقد يشكل مهمة صعبة عند الطالب والله هذا السؤال أنت بتجاوبه مش أنا أنت كطالب فخم وزقرت أنت بتجاوبه أنت إما بتصعبه على حالك أو بتسهليه على حالك للآخر تمام ليش لأنه إذا ما دربت حالك وما اشترألت حالك راح تراكم حالك ممكن أن أربعين سؤالي كتيك ومشاك تجاوبه لأواحد يقول لك والله خلاص مش قادر أنا مسامحك وبالترشعة العلامة وهون هذا الطالب أقول له عظم الله أجلك لأنه أنت أصلا نضيع علامات كثير من وراء صح ولا لا فننتبه الانتباه طالب الزقور كل ما يشوف سؤالي يحلو أه أه يحلو أستاذ يعني طب أخذ معي وقت ملازم يأخذ معك وقت تمام النجاح لا يأتي بالتمني يا جماعة ما معنا إيش أنا أتمنى يا رب أنجح تيزيني النجاح مظلوط أو لا يا سلام يا سلام إذن هذا التهليل التفكير ناخذ شكل هم صعب طالب والله كلما تدربت أكثر كلما أتقنت أكثر هذا جوابي تدري 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 مع ملاحظات الأستاذ أمورك بإذن الله 100% أنا بصراحة حبيت أبلش بسؤال مباشرة حبيت أبلش بسؤال مباشرة شوف لي بالله هذا السؤال يا جماعة الخير شوفوا هذا السؤال أستاذي في بعض الكلمات ما بعرف ترجمها والله عادي 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 أوليتها هيك عادي بش مشكلة باقي الجملة ممكن يساعدك في فهم الجملة ركز منيح فقط وركز لأمورك الآن كيف أعرف أن السؤال هذا كتيكل ثينكينج تمام وكم من سؤال بيجي عليها سؤال ثاني اسمه suggestion الاقتراح بيجي مرتين إذن إذا كتيكل ثينكينج بيجي إيش على شكل سؤالين إما وجهة نظرك تمام أو suggestion هو الاختراحات أو suggestion اللي هي الاقتراحات اللي هو بالفيديو الثاني اللي هو بالفيديو إيش الثاني شوف لي هذا السؤال بالله شوف لي هذا السؤال وإنت أحكم It said that أول ما تشوف هذه الجملة دائما معناها دائما هذه الجملة أول ما تشوفها معناها قيل أن شو معناها قيل أن قيل أن كومبيوترز الحواسيب والربليس والله أسأل هاي جديد 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 هاي كلمة والله أول ما أعرف فأول ما أشوفها ريبليس ريبليس معناها تحل مكان للي بعرفش معناها معناها تحل مكان بوكس ون دي قيل أن الحواسيب ستحل مكان الكتب في يوم من الأيام كيف يجي السؤال في الامتحان يجي النقطة طبعا هون تمام كيف يجي السؤال بده وجهة نظري طبعا think فكر في هذه الجملة أو في هذه العبارة فكر في هذه العبارة and in two sentences بجملتين write أكتب your point of view بتشوف أخي جملة كلمة دائما point of view معناها وجهة نظرك الله ممتاز أنا بلشت أعرك في شكل السؤال عاقري أنا نعرف في شكل السؤال أول شي صح ولا لا طي أستاذي كيف أحل هذا السؤال شوف علي أنا راح أستخدم لونين في ألوان 90% ثابتا نستخدمها دائما تمام في ألوان بدنا تقريبا 90% نستخدمها دائما ليش لأنه هذي قالب هذي صغير ممكن أنت تستخدم وحتى تجاوب هذا السؤال بس ما بعد ذلك اللي هو اللي هو علي العلامات بده شغل عليك انت كمان شوف الآن كيف تبدأ هذا السؤال أول شي بتحط اللون الأزرق يا جماعة الخير هذا أشياء تقريبا دائما نبدأ فيها بتحط كلمة ان تمام وهون ايش هون كان في انه قال لك اكتب وجهة نظرك انت يور حولها بماي بس ان ماي وحط كلمة بوينت في فيو زي ما هي ان ماي بوينت او فيو من وجهة نظري الخاصة كوم شو تخط عديها كوم الان هل انت متفق مع هذه العبارة او غير متفق نشوف بيحكي لك ان الحواسيب راح تحيل مكان الكتب في يوم ما انا متفق تماما مع هذه المعلومة اذا اي دو اجري اجري معناها متفق طيب شو يعني غير متفق disagree معناها غير متفق تمام هاي معناها متفق وهاي غير متفق طيب تمام اذا انا متفق مع هذه العبارة with I do I do agree with this statement مع هذه العبارة طيب من جبت هاي كد مثال statement ولا ايش جبت من بره لها هس يا جماعة statement هيا 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 تمام والله يا استاذ تمام بكوز الكثير من الناس الكثير من الناس يعتمدون على الحواسيب وتلفناتهم أكثر من الكتب خلينا نشوف هذه الجملة many people تمام depend on والله اخذناها والله اخذناها depend on ليش حطيت depend on انه many people جمع لو انها مفرط بحط depends on many people depend on there ليش حطي there هون انا بحكي عن من انا عن ال people هاي الاشياء بخطوة فيها طلاب ده بحط هنا it مثلا لا لا احنا نحكي عن من ها many people depend on their computers على حواسيبهم حواسيب مين الناس الكثير من الناس يعتمدون على حواسيبهم more than more than معناها اكثر من more than تمام using books اكثر من استخدامهم للكتب هاي جرند يا جماعة مصدر استخدامهم للكتب هاي اول معلومة بعدين بجعل ازرق لهازم حط بين الجملتين دائما كلمة as will as استبدوونيها بلا كلمة and ما بدي كلمة and يا جماعة طلح هاي كلمة محلاها معناها وكمان شو معناها وكمان شو كمان الان احنا كمان نقدر نحمل كتب اكثر تمام مش موجودة ببلدنا اصلا عن طريق الانترنت صحول لا عن طريق الكمبيوتر استطع also الانترنت as الان بعديها اما بترجع تحط subject subject verb object او نحط كلمة ish مباشرة جران مصدر down loading تحميل تحميل ايها بتحط كلمة downloading ايها بتحط كلمة we can download نستطيع تحميل لانه كان بيجي وراها دائما verb ish one بس كلمة downloading والله احلى دائما في الجملة الثانية حط مصدر التي بدار احسن احسن ما تزحق القارج و بكتب down اصلا بين الانترنت اقوى downloading وتحميل تمام any book او عالا سحبناها لهون شوي طيب خلينا مسحها ونرجع لقيمها كمان مرة than using than using books as will as download more than depend on their computers more than using their books as well as come on will not down loading تحميل downloadings any book اي كتاب we want or they want اي كتاب يريدونه they want from the internet من الانترنت شوفوا بالله هذا لسه هيك لسه مكتبناش كلمات جديدة طلع معي من وجهة نظري انا متفق تماما مع هذه العبارة لان الكثير من الناس يعتمدون على حواسيبهم اكثر من استخدامهم للكتب وايضا تحميل اي كتاب بدهم اياه from the internet يعطيك العافية مش صعبة الشغلة يا جماعة بس طلع معي هنا subject verb object تكمية الجملة subject طبعا هذا subject اعتبار download انا book كل اياتها they want from the internet وضحتها يا جماعة الخير مش صعبة مش صعبة هذا هذا مثال فقط على هذا الموضوع فقط مثال لنحصر تمام اذا البدي ايا منك استاذي فقط انك انت الآن try to do anything you want اذا الاجابة دائما in my point of view I do agree with this statement او I do disagree يا انت متفق يا غير متفق يعني يا هاي يا هاي نستخدم هنا تمام يعني راح نستخدم هنا يا هاي ها هنا نستخدم يا هاي يا ايش يا هاي انا متفق تماما مع هذه العبارة because many people depend on يا اعتمدونا على their computers more than more than معناها اكثر من استخدامهم لكتبهم downloading معناها تحميل من كلمة download any book اي كتاب كتاب they want from the internet لان انا هنا استخدمت الطريقة السهلة في التواصل الان لقدام راح اطلع لكم فيديوهات قصيرة كفير سؤال هيك حلعة طاير تمام مع هيك كلمات جديدة نستقديمها ان شاء الله حتى نبهر باذن الله القارئ هاي تفكير الناقض بطريقتها يا جماعة الخير طيب خلينا نكتب سؤال ثاني شو رأيكم ونحلوكم مرة خلينا نشوف ان شاء الله يكون فيه معنا مجال بس والله فيه مجال يالله نقول بسم الله سؤال رقم اثنين تمام خلينا نشوف من دوسية اه ذكر لكم اكتاب سؤال اه اللهم صلى الله سيدنا محمد اتز او او ناش نحكي ات الكثير من الناس many people او many children use their tablets for a long time لفترة طويلة and it is dangerous for their health وهذا مشي كويسة صحتهم think فكر think of this statement في هذه العبارة في ايه هنا statement and in two sentences في جملتين write your point of view بحكي لك انه كثير من الطلاب او الاطفال يستخدمون التابلتات من الفترات الطويلة وهذا ما فيه اشي ضار على صحتهم شو رايك في العبارة هاي انا مثلا بحط له هايك مباشرة نرجع لوني ازرق تمام in my point of view سيما حفظنا لكي بشوي i do او totally كانوا محلوة برضو i totally agree with this statement because لان studies لان الدراسات studies show that that اظهرت بعض الدراسات هاي كلمة احفظها زي ما هي اظهرت بعض الدراسات studies show that بالله خلينا بس نقولها بنوني احمر لانه هذا الحكي قلنا يعني هون او هون اشياء ما نكون حفظينها تمام studies studies show that اظهرت بعض الدراسات that some children تمام suffer suffer يابي هاي الكلمة محلاها يعانون تمام suffer from هاي الكلمة جديدة عليكم suffer معناها هي يعانون from ايش مثلا eyes problems بعض المشاكل في العيون انا نزبطها problems هايز problems after بعد after a while هاي الكلمة حضولية كمان بعد فترة معناها ايش بعد فترة وهاي اظهرت الدراسات خلينا نحط هون كلمة ايش should كلمة show بدالها كلمة should اظهرت should اظهرت should ان بعض الاطفال يعانون من مشاكل في العيون after a while of using their tablets بعد فترة من استخدام ايش التابلت their tablet as وال as as ايضا 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 اظهرت من وجهة نظري انا متفق تماما مع هذه المعلومة لانه اظهرت بعض الدراسات ان بعض الاطفال يعانون من مشاكل في عيونهم بعد فترة من استخدام التابلتات تبعتهم as with as becoming وهم كمان اصبحوا becoming شو تحطيت هنا انا اصبحوا becoming تمام less attention اقل انتباها attention تمام واصبحوا اقل انتباها تمام than they صاروا اقل انتباها مما كانوا they were in the past واصبحوا اقل انتباها مما كانوا عليه في الماضي شوفوا هالكلمات هيا جماعة احلاها اذا من وجهة نظري انا متفق تماما مع هذه العبارة تمام statement دخل نزبطها تمام في ان t طيرة تمام because بعض الدراسات اظهرت انه بعض الاطفال سفر شايف من السفر يا مين جماعة الخير قلنا يعانون ضيفة ضيفة عندك يعانون تمام من eyes problems تمام او eye problems خلينا نشيل الاس منها eye problems مشاكل العين ايوة تمام after اوائل بعد فترة من استخدامهم لتابتاتهم وايضا becoming وايضا اصبحوا تمام less attention than اقل انتباع انتباع كماعة التمرين تدريب كتابة 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 باذن الله الان رح ابعتلكم انا بعض الاسئلة كمان في نهاية كل وحدة وبنهاية كل فصل تمام حتى احنا نتدرب عليهم اكثر كمان باذن الله ربي يقويكم وينصركم ويفرح قلوبكم جميعا بالعلامة اللي نفسكم فيها باذن الله معكم السببهاء منصة ادرس جو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته